ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أما بعد العلماء يتكلموا عن الشكر بزاوية جميلة يقولوا قيد النعم الموجودة وصيد النعم المفقودة يعني ايه؟ يعني أنا أقيد النعم الموجودة بشكرها فواحد ربنا وسع عليه في المال ليس شكره هذا المال أن يصوم النهار ويقوم الليل لا الشكر الحقيقي أن يتصدق من هذا المال أن ينفق من هذا المال يعني يبني لنا المصانع عن المزارع عن المشروعات يفتح بها البيوت يوظف فيها أولادنا من العطلين أو الذين لا عمل لهم أو اللي تخرجوا معهم شهادات وإجازات علمية ولكن لا يجدون عملا هذا شكر نعمة المال شكر نعمة المال يعني الشكر من جنس النعمة فالشكر أن تقيد النعم الموجودة تقيد النعم الموجودة بالشكر الإنسان لما ينسى موضوع الشكر تزول النعمة دون أن يدري تزول النعمة دون أن يدري يعني ربنا أعطاه صحة فأعطاه مال المال والصحة أو المال والجسد دي أمانة أو دعها رب العباد سبحانه وتعالى دي واشتراها مني وبعد أن اشتراها سبحان الله اتركها عندي لينظر ماذا أصدع فيها إن الله اشترا من المؤمنين اشترا ايه أنفسهم وأموالهم المقابل ايه ثمن هذا الشراء ايه المقابل بأن لهم الجنة طيب فلما اشترا مني المال والجسد والنفس يعني أصبح هذا المال وهذا الجسد ليس ملكا لي وإنما أمانة عندي أنا أعتدي عليه بايه بالتدخين والمخدرات والعاذ بالله وبالبيرة وبالخمور والمسكرات والمفترات سبحان الله العظيم فأنا أسيء استخدام الأمانة التي تركها لي رب العبادة عز وجل وبعدين أعظم أنواع شكر أن أعرف أو معرفة العجز عن الشكر يعني يا ربي كيف أشكرك يعني كانت سيدنا داود يقول يا ربي كيف أشكرك وشكرك نعمة تستوجب الشكر يعني أنا يا ربي لما أشكرك دي نعمة تانية لأن في ناس تانية لا تشكر قال ربنا عن الشاكرين ايه هل هم كثرة أم خلة اكتشفنا في القرآن أنهم ايه أنهم خلة قال ربنا لداود اعملوا آل داود شكرة وقليل من عبادي الشكور وقليل من عبادي الشكور وسيدنا سليمان لما رأى الملك ورأى عرش بالقز جالوا عنده سبحان الله العظيم إذا به يقول هذا من فضل ربي ليبلوني ربنا معطيني الفضل دا ليبلوني يعني يمتحني يختبرني ليبلوني أشكر أم أكفر أشكر أم أكفر وذلك ليه النبي صلى الله عليه وسلم حذر النساء وقال إن كنا تكفر قال أكفرنا بالله يا رسول قال لا قال لا يكفرنا العشير فكفران النعمة نوع من الكفر سبحان الله فالشكر هو معرفة العجز عن الشكر قال يا داود الآن شكرتني نسأل الله سبحانه وتعالى أن أكون وإياكم من الشاكرين لنعم الله ومن الذين يقيدون النعمة الموجودة ويتصيدون النعم المفقودة بالعودة مرة أخرى إلى منظومة قيم فيها شكر لله سبحانه وتعالى وشكر لمن أجر الله النعمة على يديه فيشكر الولد أباه تشكر الزوجة زوجها الزوج يشكر زوجته الجار يشكر جار على حسن الجواب هكذا يكون الشكر بيننا شكر الله لكم حسن إنصاتكم بيه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي نور ملأ القلب ففاض بحب كتاب الله أشرق دربي بالقرآن فشكرا يا ربا شكرا يا ربا